في ظني قرار المحكمة الدستورية هو فرصة لإنهاء الانقسام من خلال إجراء الانتخابات باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وأن يصبح المجلس الشيء الذي يحظى بشرعية انتخابية السلطة القادرة على حل الإشكاليات والخلافات وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية هذه قفزة إلى المجهول أن تتحدث عن مأسسة للانقسام أصبح الانقسام الآن مؤسسة ممنهجة فتح اليوم ستحكم الضفة الغربية بنظام ملكي وحماس ستعلن أن التشريع يعمل وترفض الخطوة وتذهب إلى خطوات ربما توقيع اتفاقيات أو هدنة مع الاحتلال وبالتالي نحن دخلنا إلى المجهول وقفزنا إلى قعر الجحيم هذه الخطوة تزيد الهوة في الشارع الفلسطيني وتهدد نسيجه لاجتماع أكثر وتعمق الانقسام بل هي وسيلة من أجل الفصل السياسي بين الضفة وفي القطاع ومن يتخذ مثل هذا القرار هو يتحمل مسؤولية هذا الأمر نحن نعتقد أن هذه الخطوة غير مبررة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية لأن المجلس التشريعي لا يملك أحد أن يحله بغض النظر سواء كان رئيس أو منظمة أو حزب أو حركة أو مؤسسة أو محكمة أو أي جهة أخرى المجلس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني هو سيد نفسه يحل نفسه بنفسه من خلال إجراء انتخابات جديدة والمجلس الجديد حينما يكسم اليمين القانونية يصبح بديلا عن المجلس الذي سبقه هذا القرار غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية وهو مناقض لما ورد في القانون الأساسي بنص واضح وصريح وهو فضلا عن ذلك تدمير لأحد أبرز ركائز اتفاقات المصالحة الأمر الذي سينعكس على مسيرة انهاء الانقسام انعكاسا سلبيا ويعيدها إلى المربع رقم واحد وبالتالي سيجعل إمكانية إجراء الانتخابات إمكانية متعدرة أكثر من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر